لا يمكن للباحث أن يتناول قضية مسلم ابن عقيد سلام الله عليه وشهادته دون أن يربط هذه القضية وهذه الشهادة بقضية الإمام الحسين صلوات الله عليه نفس المبدأ نفس المنهج نفس الخطى بحيث أن عبيد الله ابن زياد لعنه الله عندما مثل أمامه مسلم ابن عقيل صلوات الله عليه قال إيه يا ابن عقيل لقد كان أمر هذا المصر جمعا فجئتهم وشتت أمرهم ورأيهم قال لا والله بل إن أهل هذا المصر كاتبون بأن أباك قتل خيارهم واستبقى شرارهم فجئناهم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر مثل مبدأ الإمام الحسين صلوات الله عليه نفس الخطى الإمام الحسين صلوات الله عليه كما أشرنا بالأمس عندما استدعاه والي المدينة الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان وعرض عليه البيعة ورفض الإمام البيعة وهذا الوالي المؤرخ يقول ما كانت ميولة ميول كميول ابن زياد وأمثالهم وعندما لم يستطع أن يأخذ البيعة من الإمام الحسين تم عزلة مباشرة أرجع إلى المدينة سنة اثنين وستين بعد آخر خلفاء الدولة الأموية نقصد الدولة الأموية من الفرع السفياني وليس الفرع المرواني لأن بعد ذلك بدأت الدولة المروانية الفرع السفياني آخر خلفائهم عندما اغتيل بالسام كان هذا هو المرشح للخلافة الوليد ابن عتبة يقول المؤرخ دس إليه السم وأيضا قتله علي تحان الإمام الحسين عليه السلام لما رفض البيعة اختار له دار هجرة ودار نصرة دار الهجرة هي مكة المكرمة على اعتبار بلد الله الآمن من دخله كان آمن إضافة إلى ذلك أن مكة المكرمة من أيام الجاهلية كانت مقصد القبائل العربية من اليمن من الحجاز يأتون إلى التجارة سوق عكاظ يعني كانت تجمع العرب في مواسم معينة الإمام الحسين صلوات الله عليه لكي يصل صوت إلى جميع أقطار الأمة اختار مكة المكرمة تحرك من المدينة كما تعلمون يوم 27 رجب سنة 60 للهجرة وصل إلى مكة المكرمة ثلاثة شعبا ومكث فيها وبدأت الوفود تأتي إلى مكة عندما سمعوا بوجود الإمام الحسين وكان يستقبل جميع الوفود يعقد كما أشرنا بالأمس منتديات ملتقيات الإمام الحسين عليه السلام يعرفهم بأحقية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام اختار دار الهجرة هي مكة المكرمة دار النصرة الكوفة الكوفة لم تكن المرة الوحيدة اللي راسلون بيها الإمام الحسين عليه السلام هذه المرة كاتبوه زعمائهم من قبل قبل سنة 60 فكان جواب الإمام الحسين لزعماء الكوفة أنبقوا أحلاس بيوتكم ورواية أخرى ألصقوا بطونكم بالأرض يعني احذروا خذوا حذركم لأن من سنة 50 إلى سنة 60 أكو حركة عجيبة في الأمة الإسلامية بحيث كثير من الشخصيات المعروفة ماتت بأسباب مجهولة فالإمام الحسين كان يوصي شيعته وقادة الشيعة أن يحافظوا على أنفسهم حتى يأتيكم خبر مني إجي إلى مكة بدأت أخبار الإمام الحسين عليه السلام تصل إلى كل مكان أهل الكوفة اجتمعوا في دار سليمان ابن سرد الخزاعي أما نقول أهل الكوفة اجتمعوا عند سليمان ترى اللي اجتمعوا مو كلهم جمعهم الولاء أو التشيع لأن أنت تتكلم عن الكوفة جمعهم وحدة الهدف كما أشار مسلم ابن عقيل يقول ترى أكو شكاوى وحتى أيام الخلافة الأولى كانت تصل كتب من الكوفة إلى الخلفاء واحد منهم استعرض كتاب من كتب الكوفة قال والله لقد ابتلينا بأهل الكوفة إن بعثنا إليهم القوي فجروه قالوا هذا فاجر وإن بعثنا إليهم مو الضعيف وإن بعثنا إليهم المعتدل ضعفوا ما أدري ما أدري ما أدري ما أدري ما أدري فيهم واحد من الجلساء قال سامحني على الأسماء بعض واحد من الجلساء قال أوصيك أن تبعث إليهم القوي الفاجر فإن بقوته يحفظ الدولة وفجره على نفسه قال ما كلاً تقوم روح ليهم فعلى يتحام فمشكلة الكوفة مشكلة لا هي بالغانية اللعوب ولا هي بالراهبة المتبتلة لأنه أكو نماذج عجيبة غريبة مسلم ابن عوسجة حبيب ابن مظاهر زهير ابن خضير عابس الشاكري هؤلاء قمم ميثم ابن يحيى وفي الطرف الآخر عمر ابن سعر شمر شبث عمر ابن الحجاج الزبيدي يعني الكوفة يقول المؤرخ فيها اليهود فيها النصارى فيها المجبرة فيها المرجئة فيها النواصب فيها الخوارج مشكلة عن الكوفة فمو كل اللي اجتمعوا جمعهم التشيع والولاء جمعتهم قلنا نقول وحدة الهدف فاستقر رأيهم على أن يكاتب الإمام الحسين صلوات الله عليه أجمع المؤرخون يقول خرجان من الكتب وصلت إلى الإمام الحسين عليه السلام قال الإمام المحسوم مطلع على الغيب بس يسير وفق الظروف الطبيعية في خمستعش من شهر رمضان المبارك أمر مسلم بن عقيل أن يتحرك لأهل الكوفة وقال يا مسلم أمضي للكوفة واستعلم أخبارهم وانزل في بيت أوثقهم وإني أحتسبك ونفسي من الشهداء يقول لي ترحنا ماشيين على درب الشهادة بشره بشهادة تحرك مسلم بن عقيل جعل طريقة ناحية المدينة زار قبر النبي صلى الله عليه وآله جدد به عهدا ودع الأحبة وانطلق إلى الكوفة بعض الرواية تقول أخذ معه دليلين وصل إلى الكوفة في خمسة شعبان يعني عشرين يوم رحلة مسلم بن عقيل إلى الكوفة نزل في دار المختار ابن أبي عبيدة ثق في رضوان الله عليه رسالة الإمام يقول وانزل في بيت أوثقهم ترى المعصوم تارت أن يعطينا دلالات أكل بعض يفير بعض الإشكالات المعصوم يعطينا إشارات لعظمة بعض الشخصية نزل في بيت المختار بدأ الناس يتوافدون عليه عشرات عشرات يدخلون عليه حتى بلغ عدد المبائعين إلى مسلم خلينا نأخذ أوسط الروايات لا أكثرها ولا أقلها ثمانطعشر ألف وجمعت له من الأموال تبرعات إلى الجيش إلى الإمام الحسين ما تكسر بالفؤوس قبل سبعة وعشرين يوم من شهادة مسلم ابن عقيل أرسل رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام يقول لي يا أبا عبد الله إن الرائد لا يكذب أهله الرائد العرب هذه كلمة كانوا يعيشون في خيام خيام إذا صار قحط بالمكان يريدون ينتقلون إلى مكان آخر في عشب في ماء يبعثون يسمونهم رواد مستكشفون يرودون الأرض إذا حص المكان يجي بالخبر اليقين تنتقل القبيلة كلها فرجل موثوق يقول إن الرائد لا يكذب أهله فقد بايعني أهل الكوفة فعجل بالقدوم إلينا قبل سبعة وعشرين يوم الصار بدأ المتزلفون يحبون السلطة يحبون الدنيا وعلى رأسهم عمر بن سعد لعنت الله عليه إذا ليجي واحد من المؤرخين يحاول يعطي بعض المبررات مضغوط عليه وهذا كان مجبر يا مولاي هذا كان محب إلى الدنيا من أساسا بطالي من أساسا أرسل رسالة عاجلة إن كان لك حاجة بالكوفة فأرسل لها رجلا قويا فإن النعمان ضعيف أو يتضاعف خب النعمان ابن بشير معروف معروف كانت سياسة مثل سياسة صاحبة صاحبة فهذا عمر ابن سعد كان بودة أن الرسالة التي ترجع إلى الكوفة تجي أنك كن أنت الوالي وكان هذا كل الذي ينتظره استدعي السرجون المستشار هذه كل أحد أثمار عليكم فأشار إليه قال ترى لو نشر أبوك اليوم لأشار أن تولي عليهم عبيد الله ابن زياد هذا الوحيد يضبط إليك الكوفة رسالة عاجلة من الشام إلى البصرة كان والي البصرة يا ابن زياد المؤرخ يقول خمسمائة رجل كلهم على دين علي لا والله ما كنتم على دين علي دين علي مو بالإسم يا مولاي بالفعل وإلا عتل زنيم عمره ستة وعشرين سنة تربية تربية مجوسية ألكن اللهجة حتى لهجة مو لهجة عربية هذا تخلونا زعيم عليكم هذا يترأس رؤساء قبائل عربية معروفة انت يا ابن سعد لعنة الله عليك مسلم بن عقيل لما أخذ أسير يقول أريد أن أوصي بوصاياي أجال ببصره بالحاضرين أقرب واحد كان عمر ابن سعد هو مو من قريش هذا كان أقرب واحد الاعتبار والدة سعد بن أبي وقاس هو مفروض يكون علام عند الأمة فرفض أن يذهب إليه ليسمع وصيته فزجره ابن زيا شوف الله عز وجل يذل المنافق في الدنيا قبل الآخر منافق قال مضيل ابن عمك واسمع وصيته حتى وصية ما بتسمعها كل هذا على شأن حكم الري إجي إلى مسلم لما أوصى عليه وصيته وصية مسلم تعرفها قال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله يريد يقول ترى اللي يقتلون رجل مسلم ما إلى ذنب هذه رسالة مسلم استوهب جثتي وجفنها يعرف أن هؤلاء أبطال مثلى سجل موقف مسلم بن عقيل واخد درعي بيع درعي وأوفديني فإن علي يدين بالكوفة الله يا مسلم أموال جمعت بالفؤوس إلك درهم واحد دينار ما أخذ مسلم بن عقيل يقول لي وابعثوا للحسين بخبركم هذا فقد كاتبته بالمجيء يجي إلى ابن زياد وضع فما قريب من أذنه أأسرك بما أوصاني قال لي يا ابن عقيل ما خانك الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن يقول هذا خائن تؤمن هذا هذا ابن زياد شوف من هوان الدنيا على الله أن ابن زياد يوبخ من؟ عمر ابن سعد لعنة الله فلما وصل عبيد الله ابن زياد إلى الكوفة أخذ طريق الحجاز من ناحية البار وتنكر بهيئة بني هاشم ولذلك تقول الروايات لما دخل الكوفة المسالح الناس اللي على الطريق كانوا يسلمون عليه السلام عليك يا ابن رسول الله وعند قضيب بيده يرفعها كذا فلما وصل إلى القاصر النعمان أقفل عليه القاصر أطل من الشرف قال والله يا ابن رسول الله لا أسلمك الأمانة قال لا أم لك يا نعمان لقد طال ليلك هو عرف من لكن مو الحسين لكن مو أوجه هو يقول يقول إلهان أهروري أنت الحاء ما ينطقها قال هذا مو الحسين شال لثام وإذا به عبيد الله ابن زياد استلم الكوفة أول قرار صدر من عبيد الله ابن زياد أن أخلى الكوفة من جميع القادة الشيعة أخلى الكوفة كلهم بالحبس المختار غير المختار ميثم غير ميثم من المعروفين بولائهم المنقطع لأهل البيت كلهم أخذهم بالحبس وأنت تعرف كثير من الناس بل قائد ما يقدر يصرف أخلى الساحة من القادة لما اعتقل المختار أأمن مكان إلى مسلم ابن عقيل وين بيت هاني ابن عروة تسألني ليش بيت هاني ابن عروة تحديدا آمن إلى مسلم والكوفة بدأت تنقلب هاني زعيم مراد هاني في ذلك الوقت كان عمره تقريبا نيف وتسعين سنة فوق التسعين سنة شيخ شارك في جميع حروب أمير المؤمنين بعض المؤرخين يقول صاحب النبي صلى الله عليه وآله وكان زعيم مراد يقول المؤرخ إذا ركب هاني ركب معه ثمانية آلاف فارس وأربعة آلاف دارع ماشي يعني وإذا تلاحقت أحلاف كند من خلفه صار من خلفه ثلاثون ألف يعني هذا من يجرع عليه ما حد يجرع عليه فبيت آمن عندك فكرة أن هاني لما أخذه إلى عبيد الله ابن زياد كان موقفه في غاية القوة قال لي يا ابن زياد للصداقة التي بيني وبين أبيك أكو صداقة أنا بحترمها أعطيك فرصة أن تغادر الكوفة مع من أحبابت ولك الأمان من عندي هو أعطى ابن زياد الأمان الواحد يسأل يقول ليش يقتل هاني ابن عروة هو مراد حاصرت القصر 12 ألف اللي حاصروا القصر ليش قتل الجواب سهل جدا أيها الأحمد الخيانة والله لو مجتمع محافظ مؤمن متدين يطلع واحد خاين يلعوز الدنيا كلها يعفز حتى المجتمع خيانة لأنه هو واحد منك وفيك أنت ما تعرفه هو خاين يطعن بالظهر مرة ويطعن فلان مرة وأخبار وجاية ورايحة وفتنة حتى يخرب المجتمع كله خيانة وخيانة رجل واحد ترى عمر ابن الحجاج الزبيدي لعنه الله هذا لما اعتقل هاني آلة قيادة مراد إله هذا تدرون كان مع علي ابن أبي طالب كان مع أمير المؤمنين لما إجى مسلم إلى الكوفة رجع إلى الكوفة وهو الذي كان على المشرع اللي منع الحسين من الماء هذا الرجل لعنة الله عليه شوف الخاتمة خاتمة الإمام الحسين نزل إلى المعركة يذكرهم بنسبه وبقرابته من رسول الله قال لقد أبرمتنا بكلامك يا حسين يحرض أهل الكوفة يا أهل الكوفة لا تطيع المارق عن الدين اقصد الإمام الحسين عليه السلام وبقوا على طاعتكم للأمير قال أنت الذي تحرض الناس عليه أنت سبحان الله فهذا كان أمام القصر زلزل والقصر مراد وإذا بشريح يطل عليهم شريح كان على باب القبر رجل شيخ كبير هذا عمره ستة وعشرين سنة يخليك تكذب على الناس قال ترى سيدكم مع الأمير يتناقشون في أوضاع الأمة بخير وعافية والله لو أصرت مراد على رؤيته لأخرج إليهم لكن الخيانة صاح بن الحجاد ما دام سيدنا بخير الحمد لله هذه شهادة شريح لا ترد شهادته فلنتفرق لما اعتقل هاني ابن عروة إلا هو الأمان لمسلم ابن عقيل ضمان مسلم ابن عقيل اضطر أن يقدم ساعة الصفر حتى ينقذ هاني ويحرك الناس قبل أن ينقلب عليه ابن زياد لعنه الله ومسلم عند الولاية من الإمام الحسين أمره أمري ونهيه نهي أعطى الولاية الإمام قدمت ساعة الصفر وزعت كلمة السر يا منصور أمت نزل الأنصار إلى الساحة ملك مسلم الكوفر ملك الكوفر وإن كان العدد 18000 أقل من ذلك لأن القبائل بعيدة بس ملك الكوفر لما سيطر على الكوفر لأن صلى بالمسجد صلاة كانت بالمسجد قطعا هو اللي كان الزمام الأمور بيده بدأت الخيانات وبدأت الرشاوة وبدأت تخويف إلى أهل الكوفر وأقول لك ابن زياد أخذ القادة وهذه خطوة مهمة لأن أفرغ الساحة من القادة اللي موجودين ترى بعضهم مو لأن دين قوي ورصين واقف ويا مسلم لأن زعيم القبيلة قال لأجي إلى المكان أنصر مسلم ابن عقيل هذا القبائل تشير بهذا المنطق بهذه الصورة الناس بدأوا ينسحبون من المعركة حتى يقول المؤرخ أن مسلم صلى العشاءين بثلاثين رجل ثلاثين آلاف ضجت الكوفة بهم يصل العشاء بثلاثين أدار وجهه بعد أن فرغ من صلاته المسجد خالي قال لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون طلع يقول المؤرخ أخذ بلوجام فرسه مشى به خطوات يقول ضرب على ناصيته وأطلق كأنما يقول أهل الكوفة كلهم تخلوا عني وانت تماشيني روح إلى حال سبيلك وأخذ يمشي بأبي وأمي يلوذ بسكك الكوفة وكلما مر على بيت ردم الباب في وجه آهن على غربتك آهن على وحدتك إلى أن انقطع به الطريق إلى بيت طوعا الله يا طوعا الإنسان مواقف يا مؤمن موقف من طوعا شوف شلون الله جازاها جازاها في الدنيا اليوم يوم رابع ليلة رابع إذا خطيب يتجاوز طوعا مجلسا ينكسر ماكو مجلس بدون طوعا شلعطا شوف الإنسان لما يكون مخلص النية مع الله تبارك وتعالى وأهل البيت أخذ درعة سيفة خلى أمامه وأسند ظهره إلى الجدار لكن عين بالسماء بدموعك رشي المطر على كريمة أبو طاهر سيدي أتبكي للوحدة أتبكي للخذلان أنت بطل أنت قائد عند أمير المؤمنين قال يا شيعا أنا أبكي على روحي أبكي على راكب فيه خفرات فيه محجبات فيه زينب فيه الحسين صبت رسول الله إذا أنا خانوا بهذه الخيانة ماذا يصنعون به شوية وإذا بالباب تفتاح طلع الطاعة وإذا برجل عظيم الهيئة لباس حربي على باب دارها قالت يا عبد الله شم جايب إنك عندي ما أشوف الكوفة مقلوبة خوف رعب وإنت أجنبي وإحنا أجانب روح إلى داراك قال أمت الله أنا عطشان عندك ماي خجلان بأبي وأم العربي قولون طلب الماء ما يخدش المرؤة ماكو من نظيم إلى الرجل قالت حبا وكراما جابت إليه قدح من الماء تناول مسلم شريبة أرجع إلى طوعة دخلت إلى دارها يقولون وقف مسلم على طولة يبغي يتحرك طالع يمين شمال وين يولي وين يروح قعد على باب طوعة واضع راسه بين ركبته ساعة وإذا بطوعة فتحت الباب تقول رواية تنتظر ابن لها خرج في طلب مسلم شافت الرجل على الباب قالت يا عبد الله بعدك على بابي حرمت عليك البقاء عند بابي قوم عاد مسلم فقيه من فقهاء أهل البيت صار الأمر شرعي انحرج مسلم بأبي وأمي وقف أمام طوعة راسه منكسنة إلى الأرض تقول الروايات لما وقف أمام طوعة ورأت النور بين عينيه ارتدت إلى الخلف قالت هذه شمايل لا من الكوفة ولا من الشام هذا رجل شريف نور بين عينيه قال أمت الله أتضيفيني سوادها هذه الليلة ويجازيك رسول الله قالت اجازيني النبي على شانك وانت مان يعني ما عندك أهل ما عندك عزوة ما عندك بيت تروح إلى ما عندك أم تنتظراك قال ليه أنا ما عندي أحد لكن أتعرفين أمير المؤمنين قالت مولا يساق الكوثار تعرفين الزهرة إن كسر قلبها قامت دموع طوعة تخر على وجنتيها شلون ما أعرفها سيدتي مكسورة الأضلاع الحسن والحسين حطت إيدها على قلبها طوعة قالت ايش بلاك اتحوم حول أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة إن صدق ظني فأنت مسلم ابن عقيل قال إي يا أمت الله أنا مسلم لطمت على وجهها منادية وخجلة منك يا فاطمة ولدكم ضايع ما عندما الجه ادخل يا مسلم الدار دارك وإحنا ضيوفك يا سيدي شرفني يا مسلم ادخل دخل مسلم أفردت إليه حجرة وقضى تلك الليلة راكعا وساجد تاليا للقرآن وعندما اقترب الفجر خفقت عينه خفقا فجلس يسترجيع إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طوع على الباب من الخارج تسمع مسلم يسترجع قال السيدي لا أراع الله لك قلبا لما استرجعت قال أمت الله اعلمي أنني قد خفقت عيني خفقا فرأيت عمي أمير المؤمنين وأبي عقيل وهما ينادياني العجل العجل الوحاء الوحاء فإن صدق ظني فإني مقتول آجركم الله ما أنهى كلامه وإذا بصهيل الخيل وقعقعت اللجم وزعقات الرجال وهم ينادون اخرج يا مسلم فلا ملجأ لك آجركم الله صاح أمت الله علي بالدور علي بالسيف يجازيكي رسول الله يوم القيامة آجركم الله تقول الروايات وكان مسلم قويا شجاعا أرادوا الدخول عليه من الباب فاتكأ على الباب وكردسهم في الطريق على بعضهم استل صارمه قتل منهم مقتلة عظيمة صاح بن الأشعث يا بن عقيل لك الأمان وأنا الضامن لك عند الأمير قال لا أمان لكم يا أهل الكوفات قالت لا أقتل إلا حرة وإن رأيت الموت شيئا مرة أخاف أن أخدع أو أغر أرسل ابن الأشعث لابن زياد مدني بالخيل والرجال قال ويحك إنما أرسلتك لرجل واحد يصنع بكم هذا الصنع العظيم فماذا تفعل لو أرسلتك لمن هو أشد منه بأسا وأكثر مراسا ويعني الحسين قال يا أمير أحسبت أنك بعثتني إلى بقال من بقال الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة هذا سيف من سيوف علي بن أبي طالب أجركم الله تكاثروا عليه الرجال الرجال بالسيوف والنبال والنساء والأطفال يرشقونه بالحجارة والقصاب من أعلى المنازل حتى أثقنوه جراحا أعياه القتال أعياه الضماء شدوا عليه حملوا عليه حملة رجل واحد فضربه بن الأشعث بالسيف على وجهه سقط على الأرض احتوشوه ضربا بالسيوف طعنا بالرماح رشقا بالنبال حتى أدمواه أيها مسلمات وإذا ذاك البطل العظيم يسحب الحبال في شوارع الكوفة والأطفال يلاحقونه بالحجارة أيها ذلاك ترى شهادة مسلم ابن عقيل يوم العيد عيد الأضحى أهل الكوفة عيدوا بجنازة مسلم ابن عقيل سلام الله عليه ما كل طوع على السطح في أمان الله في دعاة الله سيدي آجركم الله أهل العقيدة أدخل مسلم على ابن زياد فلم يسلم قال لأقتلنك شر قتله أمر به إلى أعلى القاصر قال أوثقوه أوثقوه بالحبال يعني حتى لا يتقل الأرض حتى بيده تكون قتل شنيعة أهل الكوفة ينتظرون أمام القصر ماذا يصنع بمسلم وإذا بمسلم يقع من أعلى القاصر حتى تهشمت أعضاء الأسارة لما أدخلوا إلى الكوفة أول راس استقبل السبايا رأس مسلم ابن عقيل مخسوف المحياة أسنان مكسرة الدم جامد عليه يقول الشعر زينب تمشي وإذا إيد صغيرة تسحب عباية مولاتنا زينب التفتت زينب وإذا بها يتيمة يتيمة مسلم عمّة 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 بلا نور عيني عمّة قالت يا عمّة شايف الراس اللي أمامنا مو غريب علي يا عمّة بس مانع عرفت إنه مصفر اللون الدم جامد عليه السيف خسف محياة قالت نور عيني هذا رأس الوالد الحنور هذا رأس الأبو الغالي إذا عندك طفلة عمرها أربع خمس سنوات هذي شلون تكون مدلّلة بالبيت إذا يدخل الوالد من الباب تركض وترمي روحها بحضنة ما حد يرضى عليها البنت اللي بها العمور عزيزة مدلّلة عند عمامها عند أخوانها عند أبوها وهذي أسيرة بها العمور هذا يضربها وهذا يشتمها